كل سنة وانتم طيبين وبصحة وسلامة انا سارة الناتي وده برنامجي سارة النصيحة الماشي ويلا بنا على تو ان نبدأ الحلقة الجديدة نصيح سريعة وما تنسوش تدوسوا لايك وسبسكرايب واشتابعوا كل حلقاتي واكيد زرار الجرس عشان تجركوا اول حلقة اول باول يلا بنا نبدأ مبادئ نصيحة السريعة مرضه هتكلم عن حاجة المفروض ان احنا بنغيرها وتقول الافضل على قد ما هي بيتبان بسيطة جدا على قد ما بيكون نواتجها مختلفة انا هتكلم عن الكلمة الكلمة اللي انتو شايفينها صغيرة خالص دي اللي بتطلع بسرعة جدا هي دي ممكن تكون بتتقلب قصد او بدون قصد وانا هقول يعني هشرحها بالتفصيل لكن بتكون على قد ما هي بسيطة وصغيرة ليها تأثير جدا في الانسان لو هي سلبية ممكن بتؤدي في حالات كتير قوي لامراض زي امراض القلب او الجلطات او بتؤدي الى الموت او بتؤدي الى الاكتئاب ممكن تخلي انسان يفقد شغفه في شيء ممكن تخليه ييأس بتغير الانسان 180 درجة من انسان سعيد عنده امل لانسان حزين من اي بستين لا يعني زي ما بيسموها كده بالبلد اتركوا نفس الكلمة بالضبط بس الايجابية بتفرق خالص ممكن تغيره بحال البني ادم من 180 درجة من انسان حزين لانسان سعيد من الاخر كده ممكن تحييه ممكن تدي له امل واحنا في الوقت ده محتاجين الامل محتاجين دايما ان فيه ناس تدينا طاقة ايجابية عشان نقدر نعدي بيها المشاكل مش محتاجين ناس تقول لنا عيوبنا لان احنا قردي كل بني ادم في الكون عارف عيوبه فمش مستني ان الطرف اللي قدامه يبدأ يشتغل على عيوبه او يوجهه ليها او ينصحه بيها انا مش معنى كده بقول ان احنا ما نقولش للناس ما نواجهوش يوجههم للتوجيه السليم ولكن في بعض الاوقات التوجيه ده المفروض بيطلع من شخصين الشخص ده بيبقى الام او الاب او الاخوة لحد قريب الصاحب حد قريب جدا يعني من الشخص او ان انا اكون في حالة ان انا اطلب من اللي قدامي انه يديني اقتراحات او نصايح غير كده انا مش مستنية ان انا اسمع سلبيات زي ما قلتلكو احنا فترات محتاجين دايما دايما مستنيين الحاجة الايجابية اللي تقدر تدينا والاخص من الناس اللي حوالينا المحيطة وبينا انها تدينا دفع للامام ان احنا نعمل حاجة افضل واحسن في الاسم محدش يعني اعتقد ان انا اصدر برنامج لا خالص انا بتكلم ان جنرال فلو حد عنده اي مقتراحات يعني انا طبعا مستمع جيدة جدا 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 واتمنى طبعا انا اسمع مقتراحاتكو وكلامكو سواء بالاجابة او بالصالب لان دا بيفرق معي انا شخصيا لكن انا بتكلم هنا لان ساعات كتيرة قوي بتلاقي واحدة مثلا ما تجوزتش مثلا لسه ما تجلش النصيب اللي يتأخر داي يكون افضل بكتير من ارزائي ناس جات بادريب باية خالص ودي اشوف اقتراف حالات كتيرة جدا فتلاقي حد بقولها وانتي ما تجوزتش لسه او واحد تكون والدة وما بتنامشي ومش بتحيب تحط ميكب ممكن مكونش بتحيب تحط ميكب وتلاقي حد يقولها اي دا تشويش كشاحب اتي تحت تعنيكي اسود مهو طبيعي واحدة ما بتنامش يا جماعة ما بتشوفش يروح للنوم اصلا اكيد يعني وهي ما بتحبش تحط ميكب دي حاجة شخصية ليها ما يعبهاش باي زوية خالص او مثلا حد يكون ام مثلا او حد من العيلة بيكون بيقارن ما بين اولاد العيلة او اولاده او 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 انتو زي اصشفت فلان احسن منك او لما يكون انسان بيشتغل وبيسعى جدا وبيدرس في دمسا ذات الوقت وحد يقول له اي دا تبتشتغل شغلانة دي ازاي وانت بتاعت او حد يتخرج من الكلية وما يلاقيش شكل فيشتغل اي حاجة بسيطة فتلاقي حد يقول له اي دا ازاي بعد التعليم دا كله تبتشتغل شغلانة زي دي او ممكن مسلا حد يكون عايز يدرس حاجة وبيحبها ويتلاقي حد بيحبته يقول له اي دا مش هتدرس دا مش هينفع معاك دا مش مالوش مستقبل دا مالوش مش عارف اي او احباط بين اي شكل وباي نوع باي طاقة سلبية اي حد بيديها انتو ازاي يا جماعة سلبيين كده انتو ازاي بتكسروا دي نفس بشرية انتو ازاي بتقزوها بالقصد القول ما ينفعش ما ينفعش ان احنا نكون بنقز نفس بشرية لو هي وبقصد يبق انتو محتاجين تقيدوا حساباتكو لان ما فيش انسان سوي بيعمل كده ديش انسان طبيعي ربنا هيبريك له في حياته بيعمل كده دي رقم واحد وبدون قصد يعني فيه ناس بتحب تدي نصيحة كده يعني الوجه الله كده طبعا شايفين ايجابيات وكل حاجة باش ما بيتكلموش عنها بشوكوا السلبيات وخلاص هم شايفين ان كده ان هم بينصحوك او بفيدوك فيه كلام مذكور بشدة بيتكلم عن اثر الكلمة ان الكلمة الطيبة صدقة انتو بتحيوا بني قادمين تاخدوا صدقة صدقة من غير ما تدفعوا مال من غير ما تعملوا اي مجهود بس بتنشروا ايجابية وبردو فليقول خيرا او ليصمت بمعنى اصح ليقول خيرا او ليصمت يعني ما عندكش كلمة طيبة اسكت طالما ما انا طلبتش تصيحة منك اسكت حاجة احنا محتاجين نربي عليها اولادنا محتاجين نغير الفكرة دي لان طبعا الاجيال الخلاص اللي طلعت او تربيت مش هينفع مش هينفع نغيرهم ولكن احنا محتاجين ان احنا ننبربي اولادنا على الايجابية على ان احنا دايما دايما نحيل نفس البشرية بكلمات ايجابية جدا وبشكل افضل علشان ما نقزيش نفس البشرية تخلينا زعلنين او نزعل او يجينا امراض لقدر الله ونشيل الزنب يعني احنا احنا ليه نشيل الزنب حد احنا كده كده للأصف الانسان ممكن ياخد سيئات من الهوى حد قبل صاحبتك اتكلمتي معاها بتتكلم مع واحد زميلة تجيبت سيري تحد ما كل دي سيئات انت بتاخدها فا احنا مش محتاجين ان احنا احنا لما نتوفى الناس تفتكرنا دايما بكلام ايجابي دليل لنا احنا يعني ان الناس دي اذا الله ده كانوا بيقولوننا كلام حلو كانوا دايما بيشجعونا كانوا دايما بيدوننا حاجة ايجابية وسلاة ودايما نكون احنا زوء اثر طيب لان في الاول وفي الاخر مفيش حاجة مستهلة ان احنا نقصر نفس البشرية او نزعل حد بقصد او بدون قصد احنا يعني كلنا هنرجع لربنا صباح محتاجين اني ربي ولنا على الفكرة الجديدة دي انا فاكرة زمان ايام المدرسة هي لو بتتفرج على الحلقة اكيد ارفت نفسها اه طانت كانت مربية واحدة صاحبتنا على الموضوع ده فكانت الناس بتشوف ان ده النفاق ليه بقى لان كل ما تشوف حد كانت تشوف احسن ما فيه وتقوله له يعني مسلا انت واحدة لابسة حلوة جدا تقول لها الله انت شك جدا النهاردة واحدة قالت كلمة حلوة لحد تقول لها برافو عليك انا بسطة منك قوي انت بكادت حقيقي بسطي الشخص د انا من اقل لحاجة واحدة معاها قلم جديد شكله لطيف الله ما شاء الله انت بتشوف ان ده النفاق ان لأ وكنت انا بصراحة باستغرب لان هي ابعد ما يكون على النفاق فاكتشفت بابتشاف يعني مرور الزمن والوعد ان ده هو ده انسب حاجة ان انت لما تشوف ماني ادم تشوف فيه احسن ما موجود يعني احسن ما فيه ودام ان شجعه على اللي هو عاوزه واللي هو بيعمله اه سواء انا اقتنعت او ما اقتنعتش دي حاجة بترجع للشخص بقى ولكن انا بشوف الحاجة اللي انا شايفة ان هي ان هو بيعملها وبتكون مفيدة وبشجعه فيها اه برميله كلام دايما ايجابي لان اكيد الكلام الايجابي بعد دراسات كتير انتم ممكن تقرؤ عنها يعني الكلام الايجابي بيغير ببني ادم بشكل رهيب فافتكرو كويس كدا ان الكلمة الطيبة صدقة اه طبعا زي ما قلت لكم الكلمة الطيبة صدقة 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 بتحيوا بيها بني ادمين ممكن تشجعوا وتغيروا حياة بني ادمين اه ولو معدوكوش كلمة حلوة فافتكرو فلياكل خيرا او ليسمد اشتركوا في حلقة جديدة من حلقات برنامج صورة مسيحة الماشية